نروح لحاجة تانية بقى مهمة جدا مطش الأهل والبيرامدز في كأس مصر في حكام أجانب وده مش وجهة نظر اللجنة الحالية برئاسة عصام عبد الفتاح على فكرة يعني الأهل لما طلب حكام أجانب سدد الفلوس دي لمباراة الأهل والزمالك ومباراة الأهل والبيرامدز بعد الكلام كابتن عصام على الحاكم الأسباني أنا إيه اللي يضمنني؟ إن الكابتن عصام هيجيب حاكم دولي كبير في مطش الأهل والبيرامدز ده بالعكس ده بعد الكلام اللي قاله ده ممكن يجيب حاكم لسه داخل القائمة الدولية مباراة الصبح عشان يعمل أخطاف يقولك شفتوا بقى وجهة نظري اللي هو حاب يقولها في مطش الأهل والزمالك بس الكل تصدى ليه رغم إنه هو حاول كمان يكلم حكام أو خبراء تحكيم يعني في السجدات التحليلية عشان يغيروا وجهة نظره فيه اللي غيره فيه اللي ما غيرش عشان يثبت إنه برضو لما جيه حاكم أجنبي أنا منظومتي صح أنا شغال صح أنا أقول لي اضمنلي في مطش الأهل والبيرامدز نفس العقلية اللي بتفكر بالشكل ده يجيب لي حاكم بنفس المستوى أو يجيب حاكم يثبت إنه هو وجهة نظره هو صح لازم يجي حاكم كبير ولازم يجي حاكم خبر عن الحاكم اللي جيه في مطش الأهل والزمالك ولازم يجي حاكم من الدوريات القبرى أو حاكم كان بيدير نهاية دورة بطال أوروبا الأخيرة بيدير اليورو الأخير حاكم مرشح كاس عالم لو مش هيبقى موجود في المعسكر ييجي مش هنسمح إن الكابتن عصامي يثبت لنا إنه وجهة نظره صح والحكام الأوروبيين أقل من مستوى التحكيم في مصر مش هنسمح بده بمناسبة الأربعين ألف دولار برضو اللي الكابتن عصامي تكلم عليها وقال أي طاقم تحكيم ييجي لازم النادي يسدد أربعين ألف دولار هو كانت خمسة وعشرين وباعت أربعين الكلام اللي هقوله ده والله العظيم يتقال لي من أعضاء في لجنة الحكام هل يا جماعة المبلغ اللي أربعين ألف دولار بتصرفون بالفعل على الطاقم بالكامل يعني هل الطاقم اللي بييجي معاه أدوات الفار قال لك لا الفار في مصر هما بيجي بيشتغلوا على أدوات اللي في مصر ممكن ييجي بالسماعات اللي معاه مفيش مشكلة لكن الحكم بيجي على التقنية اللي موجودة طب الحكم بيتكلف كام اتقلي مثلا لو الحكم جيه تلات أيام قبل المباراة بيوم ويوم المباراة وتاني يوم بياخد مثلا 500 دولار في بوكت ماني في اليوم فبنتكلم في 1500 دولار ليه الحكم الواحد جبنا 6 حكام 6 في 1500 هيعمل حوالي 9000 أو 10000 دولار طب ده بدلات الحكام تذكر الطيران لو التذكرة للحكم الفارد الواحد تخش لها مثلا في 20 ألف جنيه من القاهرة إلى أسبانيا أو من أسبانيا إلى القاهرة طيب 20 في 6 120 ألف جنيه يا سيدي قول 150 ألف جنيه يعني تذكر الطيران ممكن تكلف 150 ألف جنيه 150 ألف جنيه يعني كام؟ يعني عموا أقول 10 ألف دولار كمان يعني 10 ألف بدلات و10 ألف تذكر طيران أدي 20 ألف دولار أنا بقول لكم أرقام تقلت لي من ناس خبرة جوى اللجنة طيب التناقلات الداخلية جوى مصر أكيد بتتعامل مع شركة سياحة في عربيات في حاجات أكيد يعني موجودة مع الحكام ممكن تتكلف كام؟ 5 ألف جنيه؟ 10 ألف جنيه في الثلاثة يام؟ 20 ألف جنيه؟ يعني نتكلم كام؟ كل ده إحنا موصلناش لسه إلى 25 ألف دولار هتيجي تقول لي أصلي فيه مرافق للحكام ده مصري مش محتاج تصرفه من 40 ألف أصلي فيه مرائب حكام ما هو بيتعين في كل مطشطة الدوري مرائب حكام مش هتصرفه من 40 ألف فيه مرائب مباراة أكيد مش هتصرفه من 40 ألف فهي النسريات أو الحزبة اللي تتحسب هتبقى في الإطار ده بدلات الحكام تذكر الطيران التناقلات الداخلية الرقم total ما يوصلش أو ما يتخطاش قيمة 25 ألف دولار 15 ألف دولار تانية بتتصرف على إيه جوه لجنة الحكام وللأندية تدفع فلوس زيادة عشان اللجنة عايزة تسدد حاجات تانية جوه اللجنة أنا أتمنى إن إدارة الاتحاد أو المدير المالي أو اللجنة اللي تستلم الرقم ده كعهدة 40 ألف دولار تطلع علينا تقول لنا الرقم ده اتصرف في إيه تذكر الطيران كام بدلات الحكام كام التناقلات الداخلية كام وصلت ل40 ألف دولار يا سيدي أهلا وسهلا ما وصلتش يبقى لازم نتكلم بقى في القيمة الحقيقية لأن الأندية أساسا مش مستحملة تدفع أرقام كبيرة زي دي دي نقطة كانت مهمة جدا نتكلم فيها عشان الفترة الجاية اسم الحكم اللي يجي لازم يكون خبير أو حكم أجنابي مميز جدا والفلوس اللي تتاخد من الأندية لازم تكون فلوس بالفعل تتصرف على القطقم التحكمية ما تكونش فلوس فيها تفاصيل تانية لأن الأندية مش مستحملة تدفع أرقام إما أنت عايز تعجز الأندية عن الصرف في الفترة القادمة عشان ما تطلبش حكام أجانب أخرج الأفاصل